اكد صاحب السمو الملك الامير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد ان مملكة البحرين مستمرة دوما في مساعي الخير والنماء بفضل حكمة وقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعا ويتسير دائما على نهجها الثابت في سبيل تحقيق الاهداف المنشودة للمسيرة التنوية الشاملة بقيادة صاحب الجلالة لصالح الوطن والمواطنين وقال السموه ان البحرين بفضل تكاتف ابنائها المخلصين اثبتوا انهم اهل عزيمة وانجاز وبرهنوا على اخلاصهم ووقوفهم بجانب الوطن في كل ما مرت به المملكة من ازمات وتحديات والتي استطعنا لتجاوزها بفضل من الله وتوفيق منه تم بتضافر جهود الجميع فشكر لهم على كل ما بذلوهم من عطاء لخدمة الوطن الغالي منوه ان سموه بان المنجزات التي تحققت وسوف تتحقق للوطن هي انجازات تمت بسواعد ابناء البحرين والتي هي محل تقدير واعتزاز وسنوصل السير معا نحو تحقيق اهدافنا على كافة المستويات والتي تقودنا لبلوغ تطلعات التي يطلح عليها الجميع متأقنين من امكانية الوصول لها كوننا على المسار الصحيح في ظل ما نراه من عزم وحرص من المواطنين لتنفيذ كل ما فيه الخير للوطن وضف سموه انه بفضل من الله اولا ثم بتكاتب في اهدى البحرين واخلاصهم في خدمة وطنهم وبدعم اشقائنا المستمر في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت استطعنا مواجهة التحادية المالية وتجاوزها وتوحيد تلك الجهود المخلصة لكل من من شأنه ان يحقق الاستقرار المالي في المملكة ونشكر الاشقاء على دعمهم لجهود التنمية في مملكة البحرين منويا سموه في هذا الصدد الى اسامات ابناء المملكة وتفانيهم في حب هذا الوطن الغالي وعطائهم الذي يقود نحو مستقبل مزهر بابناء وقال سموه اننا متمسكون بقوتنا ووحدتنا وتربطنا جميعا ونحمي ابناء هذا الوطن فردا فردا مطلعين نحو مستقبل مشرق لصالح ابنائنا وذل اجهد القادمة واشار سموه الى ان التحديات والاوضاع الراهنة تستوجب تضافر الجهود واستمرارية تعزيز الشراكة مع الاشقاء والحلفاء في مكافحة الارهاب والتصدي له مؤكدا على مواقف المملكة ثابتة والراسخة والدعم لتلك الجهود بما يحفظ امن واستقرار المنطقة واضف سموه ان ما يتم العمل عليه اليوم من اجل تنمية منشودة مستمدة مما تم التوافق عليه في المثاق العمل الوطني ومبادئ الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 والمبادرات والخطط المختلفة التي تم استحداثها من اجل رفض عملية التطوير والتحديث لافتا الى انه قد تحقق ذا المملكة العديد من النجاحات على مختلف الاصعيدة في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا منوها بما تحقق من تعاون بين السلطتين وبما تقوم به السلطة التشريعية من دور كبير في تحقيق تطلعات المواطنين وما تم مؤخرا من اقرار الميزانية العامة للدولة جذركا لدى زيارة سمو وحفظه الله يرفقه سمو الشيخ عيسى من سلمان بن حمد الخليفة الى مجلس خالد الشريف ومجلس عائلة كازاروني حيث نوه سموه باهمية المجالس الرمضانية ودورها في تكريس التواصل بين كافة ابناء المجتمع وترسيخ قيم التكافل المجتمعي التي يجب الحفاظ عليها واسهمها في توطيد اواصل المحبة والتآخ والتآلف بين الجميع وقال سموه ان الجميع اسرة واحدة والبحرين غنية باهلها وارثها وهو ما نؤكد عليه في زيرات المجالس في هذا الشهر الفضيل التي هي عادة اصيلة تورثها الاجداد والاباء ونحرص عليها ذا الاتقاء بكافة المواطنين في مختلف محافظات المملكة وكد سموه على الدور الحيوي للقطاع الخاص في رفض مقاومات التنمية وخلق الفرص النوعية كونه المحور الرئيس في الاقتصاد البحريني مشيرا الى استمرارية العمل نحو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يرفض العملية الاقتصادية ويعود بالنفع لصالح المواطنين هذا ونوه سموه بهمية تعظيم الاستفادة من كافة الموارد والامكانات المتاحة وهو نهج تلتزم به المملكة لضمان الاستخدام الأمثل لمواردها بما يحقق استدامتها لافتا إلى أن الاكتشاف النفطي الكبير سيعود بالخير لصالح المواطنين وسيصب في دعم النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني مؤكدا على الاتمام الدائم بموصلة تطوير وتعزيز خبرات ومهارات الكوادر الوطنية من خلال الاستثمار فيها وخلق الفرص النوعية أمامها بما يحقق تطلعاتها وأهدافها ويسهم في تحقيق النماء والازدهار لمملكة البحرين فنحن نعود كثيرا في تحقيق التنمية الشاملة على شباب الوطن وخبراتهم في المجالات المختلفة وعلى حرصهم دائم على مصلحة البحرين من جانبهم عرب أصحاب المجالس والحضور عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي نائجلالة الملك ولي العهد على زيرته لهم مشهدين برؤية سموه المستقبلية لمواصلة التطوير الشامل المملكة في مختلف المجالات بما يرفض العمليات التنموية لصالح الوطن والمواطنين موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة